آه؟ رسالة أخرى؟ يا للهول، لماذا كل هذا؟ محسن وليلى وشادي ينجرفون في الخليج آه، انتظراه، ورئيس قسم الإطفاء عالق فوق منزل فتحي عجبا، أنت سأل وإن كان سيقلع بطائرته؟ أنا وأماني سنأخذ فينس وننقذ من في البحر أيمن خذ جوبيتر واذهب إلى منزل فتحي حاضر سابي أستطيع رؤيتهم، هيا بنا أنا أستطيعنا اوه، أخيرا، إنهما أماني وساني سأتولى أمر الزورق يا أماني وأنا سوف أسحب قارب شادي محسن، ارمني حبلا وسأربط الزورق بقارب شادي حسناً يا سامي وأنا سأربط قاربك بقاربي سنكون عند الشاطئ قريباً أنا في شوق لأضع قدمي فوق اليابسة لا تقلق سيدي سوف أمزلك بسرعة لا لا سوف أثبتها سيدي هل أنت بخير؟ طبعاً أنا بخير أنا بخير مجرد روتين يومي أختبر الطائرة الورقية أتريد مني أن أخذ هذه إلى ابني أخيك؟ بتأكيد لا إنها لي لا شيء يدعو إلى الخجل يا سيدي لم تكن غلطتي كانت غلطة الريح محسن أخبرتك أن لا تبحر أبداً إلا مع وجود راشد معك وما المشكلة؟ كفى الآن محسن أنت تدرك ما عانته أماني أنا آسف عرضت الجميع للخطر شكراً على المساعدة الشادي ولك أيضاً يا سامي لا بأس بذلك يا محسن لكن لا تفعل ذلك ثانية أستطيع قيادة قاربك عندما تسلح عجلة القيادة يا شادي؟ لماذا لا تفعل شيئاً آمناً أكثر محسن؟ كأن تلعب بالطائرة نعم لا أحد يتعرض للخطر وهو يلعب بطائرة مرحباً يا فهد حسناً تظاهر بأنك تطفئ حريقاً كبيراً أعني حريقاً كبيراً جداً حسناً هكذا هل يمكن أن تظهر الحماسة أكثر؟ أخرجوا حريق هيا خرجوا هذه هي ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزرق على العبود إذا شئت فكرة ممتازة ورائعة لا بأس ستعود إلى مكانك الأساسي حان الوقت يا فاتن مهد طلق الحبل الآن هدعنا أيها الحط الصغير شكراً يا فهد أتظن أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير قد أصبح في مكانه الصحيح إلى اللقاء وشكراً لا مشكلة يا فاتن حسناً يا فاتن لنعود إلى منزلي لنرى من إصطاد مخلوقات أكثر من البرك الصخرية وكأننا لا نعرف سلفاً ماذا تريدين أن تفعلين؟ لا تستطيع الكلام يا فاتن أم أدركت بذلك هيا اذهبي هادي لمنزليك حادث في الباحر؟ إنه أوه شادي إنها عائلة شادي ثانية لقد جنحوا في قارب شادي انطلقي بسرعة أماني هيا لا أعتقد أنك بخير لتقومي بهذا العمل سأذهب بدلاً عنها السيدي متأسف أيمان أماني هي الخبيرة هنا هيا خذ السيارة واذهبي اسمع سأعالج هذه الحالة الطارئة ثم سأعود إلى البيت حسناً إنه يوم حافل جداً لا جدوى يا شمشوم لا أستطيع البقاء بعيداً أكثر هيا أماني هيا يمكنك فعل هذا هيا أماني لا جدوى أنا أعرض الجميع للخطر أنا آسفة يا سيدي لا أقوى على تنفيذ عمليات الإنقاذ يجب أن ترسل سامي حسناً أماني ابقي مكانك المساعدة قادمة أيمان أطلب من فهد أن يحضر المروحية إلى رصيف الميناء سأجعل سامي يقابله هناك سأفعل سيدي سامي أجل سيدي أنت سريع أنا مستعد لأداء الواجب ما الحالة الطارئة؟ لماذا توقف المركب؟ هناك مشكلة ما الأمر يا أماني؟ هل تأذيتي؟ لا، أظن أني مصابة لحظة لنخرجك من هنا أنا آسف يا أطفال سنفعل ذلك في يوم آخر أعدكم هذا ليس عدلاً نعم، قال سامي أن هناك مفاجأة تنتظرنا عند نهاية الجبل هاي، لم لا أكون أنا قائدكم في الرحلة؟ لا تكن سخيفاً يا بني تحتاجون إلى راشد ليأخذكم إلى قائد قوي وآمر أيضاً رجل مره في الحسد أقصد رجل قوي وصلب أنا، أنا أستطيع أخذهم أوه، تامر، بالطبع أتريدون أن أخذكم يا أطفال؟ رائع، مذهل ماذا؟ تامر سيأخذنا في رحلة إلى الجبل، هذا مستحيل أنت قادر على ذلك، صحيح بالتأكيد، أنا قائد بالفطرة عندما يفشل قائدنا بالفطرة فشلاً ذريعاً سأحظى بفرصتي لأكون المسؤول هاي، استمروا جميعاً؟ مهلاً محسن ليس بهذه السرعة لما هذه العجلة؟ انتظر لنرى نحن هنا هذا يعني أن تلك مدينة الأحلام وهناك الميناء وأولا يا للهول رائع، الآن لم تعد لدينا خريطة من يحتاج إلى خريطة؟ كل ما علي فعله هو أن أتبع أنفي هيا سنبدأ بجمع الصناديق وإبعادها يا فهد فحاول أن ترى إن كان هناك المزيد لا تقلق سامي، سأفعل ذلك واحد، اثنان، ثلاثة، هيا أجب سامي، توجد عدة صناديق أخرى طافية إلى الجنوب منك شكراً فهد، لكن أخبرنا كيف الوضع على الشاطئ؟ إنه رائع، أي من وجادي يسيدراني على الوضع لقد سلتنا هذا الطريق من قبل قال تامير إنه كان يتبع أنفه ولا يبدو أن أنفه يعرف الطريق، أليس كذلك؟ ماذا سنفعل الآن؟ الآن فارس، سوف نتناول الغداء اللذيذ عرفت أن هذا سيجعلكم تفرحون حسناً إذن، من الذي أحضر الطعام؟ ظنمنا أنه معك أنا؟ لا، ظننت أنه معكم لا، هذا أسوأ يوم نقضيه في الخارج على الإطلاق هاي هاي هاي، لا داعي للإكتئاب محسن، فلا نزال نستمتع بوقتنا لكن ليس لدينا طعام غداء من يحتاج إلى الغداء؟ سأخبركم ما الذي يبهجكم الآن هناك لفتات قابتنا إلى الاتجاه الخاطئ غريب، وصلنا إلى هنا دون مشاكل أوه، آسفة سامي، سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلى، ومن يعلم ماذا سيحدث؟ آه، لا أستطيع المشي كما يجب، علينا أن نعود ماذا ونخسر؟، أخبرك كيافات، أريد اسمي فوق تلك الكاسة مالأمر؟ آه، قدمي، أنا أتألم لا أستطيع فك الحبل، علينا أن نصرخ ليساعدونا أنجداء، أنجداء، أنجداء أنجداء أنجداء، أنجداء إنه صوت ولدي محسن الصوت قادم من هناك ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير طه حسن هل أنت بخير؟ قصت في قدمي وهي تؤلمني هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما حسنا إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجل يا أمي لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلة يجب أن نعود جريا سيستغرق هذا أسبوع كثيرا ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير كمية الشاش المفروض أن يسلوا أن نراهم هنا قريبا إنهما المدل وفديش يديهما وشرف أنصار وفارس ماذا؟ سامي وليلا؟ إنما كنت أخطيان فهم متقاربون جدا سأنتهي سمعوا بالتعادل مالا؟ لا 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 أصدق سامي وليلا آلة سباق السيقان الثلاث يلروا أطلق النجاح يلعوا من سباق الجميل أحسنتما أحسنتما اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسنا يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكرا يا سامي هذا ليس عدلا محسن يغش ومع ذلك يركب مروحية رائعة مهلا اركبي يا فاتن هاي أهو رائع كنت محقا يا محسن قلت أني سأت تعالي ليتها النبتة الجميلة تريدين بعض الراحة قبل أن نذهب إلى فتحي؟ هل المكان مشمس؟ ربما تفطلين الجلوس لقد عدت سأعد الشاي لا لا يمكنك القدوم لا يجب أن يرى نبتة الطماطم الخزانة صغيرة هل من مشكلة أيمن؟ لا لا كل شيء على ما يرام أنا جائع جدا هل لدينا بسكويت؟ أظن ذلك لقد رأيت علبة البسكويت هناك في المكتب سوف أذهب حالا وألقي نظرة مسكينة أيتها الطماطم ماذا سأفعل بك الآن؟ ماذا؟ خطرت لي فكرة ماذا يفترض بهذه أن تكون؟ لا يفترض أن تكون شيئا يا محصن إنه فن فن بالأزهار هل هذه ما ستشارك فيها في عرض الورود؟ إنها نبتة عصرية لا إنها نبتة الطماطم التي تخص سيد سليم على الأقل كانت كذلك أين الطماطم إذن؟ لقد سقطت عندما أوقعتها أنا في ورطة الآن صدقني لا تخف أبدا يا أيمن وقعت في مشاكل أسوأ من هذه بكثير أعلم ما عليك فعله هاك هيا قل الحقيقة يا أيمن ألست عبقريا؟ لكن يا محصن لا يزال واضحا أن الطماطم ملسقة إنها بخير أحرص فقط على إخفائها خلف شيء كبير ومريع أعرف النبتة المطلوبة تماما كم هي جميلة الآن انظري إلى الفجوة التي خلفتها أبي هل ستقلب الأسمد الآن؟ سامي قال إن ليس الآن فأنا مشغول جدا لقد حان وقت بدء عرض الورود والخضروات انظري انظري يا هانا ما أرواعها آسف سيدة طماطم لا أظن أنك ستفوزين بالجائزة الأولى مش مش محاصر في قبو مليء بالماء وفتحي معه هناك أيضا أخرجني من هنا وسنذهب لإنقاذه على الفعور يبدو أن القفلة تعطل أماني محطة لا أستطيع تحريكه أيضا لكني سأستخدم الفأس لا 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 تقلقوا علي اذهبوا وأنقذوا فتحي سلامة الناس أولا هيا تعرخوا بسرعة إن كنت متأكدا يا سيدي فهيا إذن لنذهب قبل وفقا آمل أن يكون فتحي بخير أحتاج إلي لكي يغني معي لا تقلق يا أيمن أنا متأكد أنه سيكون بخير اتبعاني حسن إنه في الداخل صحيح فتحي أريد منك أن تتراجع إلى الخلف أنت ومشمش لأنني سأحطم الباب بفأسي فهمت يا سامي اقفز هنا يا مشمش لكي تبقى جافا يجب أن نغلق صنبور الماء أو نجهز المطقة أولا كل شيء في وقته أول شيء هو ضمان سلامة فتحي ومشمش فتحي هل أنت بعيد عن الباب الآن؟ أجل سامي أمسك ذراعي يا فتحي أحسنت سامي أوه مشمش أنت بأمان بقيت هادئا تماما وفعلت كل شيء على حدة ليتني فعلت ذلك ما كنت تورط في هذه الفوضى لا تقلق على الأقل أنت بأمان نعم شكرا جزيلا لك يا سامي هيا فتحي لنذهب ونغني أغنيتنا مهلا يا أيمن كل شيء في وقته أليس كذلك؟ نعم كان علي أن أغلق مفتاح الماء الرئيسي أيمن سيساعدني لإحضار المضخة وضخ الماء إلى الخارج وأنا سأذهب لإخراج السيدة العجوز من الخزانة وبعدها سنلتقي عند رصيف الميناء لنستمع إلى أغنية أيمن وفتحي وفتحي إلى أغنية أيمن فتحي إلى أغنية أيمن يا أيفة نحن نتراشق منك من فهد إلى الإطلاعي سامي هل تسمعني؟ أسمعك بالوضوح يا فهد حددت موقع الحافلة إنها عند المعبر يبدو أن تامر انحرف عن الطريق وعلق المكان موحل جدا هناك شكرا يا فهد نحن في طريقنا أمل أن يكون الجميع في الحافلة يمكن للمرء أن يضيع بسهولة نعم لا يمكن أن أجول هناك أبدا في النهار فكيف في الليل؟ أسمع صوتا من روحية فهد هنا أنا هنا أرجوك لا يعلم بأنني تهد محسن؟ هل تحاولوا خافتي؟ أوه وصلت تامر تستطيع العربة إلى الماعدة أنا جاهة هل الجميع بخير؟ أوه سامي الآن فقط أشعر بالإطمئنات حسنا سوف نعيدكم إلى الطريق أين تامر؟ يطلب المساعدة يا لش جاعته ترك الحافلة سأقوم بالاتصال به لا توجد تغطية قد يكون في أي مكان أيمن أربط حبل القطر بالحافلة وسأتصل بفهد حاضر سامي فهد أنا سامي السيد تامر في مكان ما سنحتاج إلى مساعدتك في إيجاده لا تقلق سامي أحتاج إلى شخص آخر معي لا تقلق اعتمد عليه أحسنا سامي جاهزون جاهزون لدي كلب كلب كبير أترى ماذا؟ أنظر هناك نعم أفضل من البقاء عالقين خلف شريط على بعد أميال من الإثارة إنها حالة طارية حريق مشتعل في كل مكان لكن أتخاف ها قد جاء كل من سامي وأماني وأيمن إلى الإنقاذ هذا مذهل ومثير تحرك يا فارس لنقترب أكثر أسباب لا أستطيع التحرك سيحتاجون إلى مساعدة جوية آه إنه فهد في مروحيته أمسكت بك يا فارس النجدة 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 انظر سيدي حالة طارية صبياني عليقاني على السق يبدو أنهما في ورطة أيمن يجب أن نستخدم سلم جوبيتر إنه ولدي محص وولدي فارس حسناً سنعيدكما إلى حيث يجب أن تكونه سيدتي وسادتي وهو محصن غانم ينزل من مروحيتنا مكللاً بالخزي أوه ماذا كنت تفعل هناك تكلم يا فارس آسف كانت فكرتي فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ الآن فهمت السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولاً هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية أحسنت يا سيدي يومك المفتوح حقق النجاح الكبير نعم لقد شوها شمشون فردة الحذاء حقاً أتسأل لمن هي؟ آه إنها فردة حذائك سيدي حذائي؟ استقدمتم حذائي؟ لكن كيف؟ سيد أيمن انتبه آه كنت أذهزهما أتسأل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخارقين ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنه ما في الحقول شمشون يريد مننا أن نتبعه سأخذ سيارة الإصعاب ربما تأذيها آه 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 عنا الجزامي تلك شاحنة فتحي أحسنت صنعاً يا شمشو لقد فعلتها فتحي هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا لا أستطيع الخروج فقط باب مقعد الراكب عالق أوه فتحي حسناً تراجعوا جميعاً إلى الخلق أماني مدي خلطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء سنضطر لخلع الباب لمحررك يا فتحي أماني أحضر أداة الخلع كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان نعم كنت أحاول جمعهما في حذرتهما بشمشوم صحيح؟ أخبرتك أنه ليس كالبراعي آه لا هيا فتحي أعطني يدك شكراً سامي يا للهول ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين ماذا؟ الآن أنباء جيدة السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن شمشوم أحسن صنعاً إنه بطل قال سامي شيئاً عن خروفين هاربين سيدي الفواق لقد انتهى قال فتحي يعالج بالقوف ماذا؟ شواء تامر أشعر ناراً في شجرة في الغابة؟ حريق في منطقة التنزه أرجو أن تكونوا جميعاً قد اتبعتم لدرس هذا الصباح حسناً يا عيمن يبدو أنك ستأكل استجنقة في وقت أبكرة مما ظننت أأمل أن يكون قد تبقى في درشات سنحتاج إلى خرطومي ماء لإطفاء هذا الحريق حسناً سامي والآن يا عيمن افتح الماء سامي انظر هناك واحدة من قوارين الغاز قد تبتجل في أي لحظة أحسنت لأنك رأيتها هيا أطل الجميع بعيداً بينما نسيطر على الحريق يا أيمن حاضر سامي هيا تراجعوا جميعاً من هنا أماني استمري في رش الماء على عبوة الغاز لتكتيها باردة بينما أطفل ما تبقى من الحريق لا تقلق سامي استمري انتهيت انطفى الحريق هل نستطيع أن نذهب لنرى إن كان قد تبقى أي سجق أو قريدس أيها الإطفاء سامي آسف يا محسن فعبوات الغاز يمكن أن تظل حامية لمدة طويلة ولن يكون الاقتراب من هناك آمناً علي فقط أن أخذ ما تبقى من سجقي سأخذ ما تبقى من القريدس لكني أشعر بالجوع الشديد حتى أنني لم أشم رائحة ذلك السجق أو القريدس ربما تقيم الشواء بعيداً عن الأشجار في المرة القادمة وربما تقلل من كمية الفحم تلك أنت محق يا سامي إنها غلطتي أيضاً يا تامر فقد كنت أتباهى قليلاً الآن لا أحد يستطيع تناول سجقي ولا حتى القريدس مهلاً برميل الزيت جعلني أفكر في شيء ما حسناً أماني عليك الصراخ بصوت أعلى بقليل النجدة النجدة ليساعدني أحد كل ما علي فعله هو الضغط على هذا الزر هيا يا فاتن افعليها لا لا تستطيعين فعلها أنت خائفة النجدة آه ليس لأنني لا أستطيع أن أطلقها محسن بل لأنني لا أريد النجدة يعني أنني لا أبالي إن كنت تظنني ضعيفة النجدة آه اسمك هناك من يسرخ النجدة لقد عليك النجدة النجدة آه إذا هاماني حمنا لله أنكم هنا لقد عليك على أحدنا أن يطلب المساعدة انتظري لحظة ماذا تحملين بيدك آه عصى استغاثة ماذا يجب أن لا تلعب بها لقد وجدناها وكنت سأعطيها للإطلاق سامي أحسنتي ولكني بحاجة إليها الآن ثاتن أيمكنك رميها إلي أنا آه حسنا رمية رائعة يا فاتن واو واو عجبا ما هذا أين ذهبت العصى آه الاستغاثة آه لقد انطلقت من الجرف سأتصل بالإطفاء سامي نور استغاثة انطلق من الجرف رأى فاتر استغاثة يا سامي لا بد أن أحدا ما في ورطة سيقابلك فاتناك بالمروحية موسيقى آه حمدا لله جاء فات جاء رفا يوساني الماء يبدو هادئا ولكن من السهل الإنجراف عميقا في البحر لم نكن حذرين سأتصل بالإطفاء سامي أحسنت يا مش مش وداعا يا شطيرة فارس ومحسنت أهاني في البحر بلغنا أن صبييني مفقوداني في البحر يبدو أنه عمل المروحيات من المستحسن أن يخرج فات في مروحيته حالا يا سيدي دعي الأمر لي سامي يمكنك القدوم يا مش مش لابد أن ساميحة تتساءل عن مكانك الآن أنا القبطان وقراري أن نجدف نحو الشاطئ لكننا لا نعلم أين هو الشاطئ رقم أبحرنا بعيدا عن اليابسة آي آمل أن يكونا بخير إن كان في البحر سيجدهما سامي ليس لدينا طعام ولا ماء ماذا سنفعل بهذه الورطة يا فارس رجاء اهدأ يا محسن لابد أنهم يبحثون عننا لكن المحيط مكان كبير جدا وسنكون أشبه بإبرة في كومة قش كبيرة ها هاي هاي هنا نحن هنا نحن هنا هاي 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 أخبار راية سامي لقد رأيتهما لا أعرف كيف وصلا إلى هنا سننضم إليك قريبا شكرا يا فاهد انتهى أنا آسف يا سامي نمنا في القارب هاي 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة